مجلس أمناء الحوار الوطني يعقدوا غداً اجتماعاً للاتفاق على قضايا المحور المجتمعي سيلنسكي يدعو الأوروبيين إلى الوقوف صفاً واحداً في موجهة روسيا وسلتنبرج يؤكد استمرار دعم الناتو لأوكرانيا البنك المركزي الأوروبي يؤكد أن زيادة الأجور ستغذي التضخم في منطقة اليوروب السادسة مساءً بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جلينج نشطة الإخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلاً بكم يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني غداً اجتماعاً من أجل الاتفاق على قضايا المحور المجتمعي للحوار الوطني فضلاً عن احتمالية الاستقرار على الموعد الرسمي لانطلاق جلسات الحوار وأسماء المشاركين به وخلال الاكتباع الأخير للحوار الوطني تم الاستقرار على قضايا المحور الاقتصادي كما تم ضم عدد من القضايا الرئيسية بالمحور مع بعضها البعض وترتيبها وفقاً للإطار المنهجي لها وذلك من أجل تحديد أولويات المناقشات عند بدء جلسات الحوار التقى رئيس أركاني حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر الفريق ديموكريتوس زيرفاكس قائد الحرس الوطني القبرصي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً في زيارة الرسمية حضر خلالها المرحلة الرئيسية لفعاليات التدريب المشترك نيدوز 12 تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية المختلفة وأكد رئيس أركاني حرب القوات المسلحة عمق العلاقات والروابط التاريخية لكل البلدين صديقين مشيراً إلى حرص القوات المسلحة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية بما يحقق المصالح المشتركة لكل البلدين في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية وحرصها على التواصل مع كافة فئة المجتمع شاركت الوزارة الأطفال لإحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفلة وأقامت الداخلية في هذا الإطار بتنظيم زيارات للمدارس ودور رعاية الأيتام وتقديم هدايا للأطفال في ضوء حرص وزارة الداخلية على الاهتمام بدورها الإنساني والاجتماعي والذي يتجلى في التواصل مع كافة فئات المجتمع ومشاركتهم لاحتفالات والمناسبات وفي مقدمة تلك الفئات النشأ الذي تحرص الوزارة على غرس قيم الولاء والانتماء في نفوسهم في هذا الإطار وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل حرصت أجهزة وزارة الداخلية على الاحتفال بهذه المناسبة حيث قام قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالتنسك مع مدريات الأمن على مستوى الجمهورية بتنظيم زيارات إلى عدد من المدارس ومنها مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة زيارة وزارة الداخلية هي زيارة نستنىها كل سنة دايماً بتيجي بتبعث البهجة والسرور على نفوس أولادنا إحساسي إحساس صاحب البيت اللي نفسه ضيوفه ما يمشوش من عنده ويفضلوا موجودين في وسط أولادهم يزرعوا السعادة الموجودة واللي شفناها على وشوشهم النهار أنا مبسوط أن الزباط جمع عندنا وليعبوا معنا بدونا هدايا ويراب بيجوا تاني مبكتون بوجودهم هنا وفرحنونه مبكتونه وعادوا يتكلموا معنا وإحنا يعني بنتمنى أنهم يدورنا كل يوم زيارات كان لها أثر طيب لدى الأطفال الذين أسنوا على هذا الاهتمام الذي تليه وزارة الداخلية لهم قطاع كبير من وزارة الداخلية جمعوا يحتفلوا معنا في عيد الطفولة ودخلوا وقدموا هدايا كتير جداً للنولاد وأدخلوا على أم الفرحة إحنا تعودنا دايماً النزارة الداخلية معنا في الاحتفالات ومعنا في المناسبات سواء منصبات ووطنية أو منصبات العادية ده شيء يعني مستمر معنا دايماً يعني أنا جداً النهاردة فرحات جداً أن الزباط وزابطات من وزارة الداخلية جمعوا واحتفلوا معنا بيوم الطفل عالمي نفسي لما أتبر أبقى زابطة واجي أحتفل مع الأطفال دي مطبعاً علينا هدايا وبازل وألبومات وحاجات حلوة قوي كده وفرحوا كل الأطفال اللي كانوا قاعدين وطبعاً إحنا نشكرهم كلهم ونظمت الوزارة زيارات بهذه المناسبة إلى دور رعاية الأيتام وهو أمر ليس بجديد على وزارة الداخلية التي تولي أطفال هذه الدور رعاية واهتماماً خاصاً على مدار العام وتقدم لهم الدعم المعنوي الذي يعمق لديهم روح الولاء والانتماء للوطن وزارة الداخلية عمرها ما بتنسانا في أي حاجة إذا كان بطاطين في الشتاء إذا كان مأكلات أي حاجة إحنا بنطلبها الصراحة أو محتاجينها هما بيورفوها لنا وبهذه المناسبة تم تنظيم زيارات لمستشفيات الأطفال وتقديم هدايا للأطفال من من يتلقون العلاج بها وهو ما يسهم في رفع روحهم المعنوية ويساعدهم على الشفاء كما تم إيفاد قوافل طبية بالتنسق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لتوقيع الكشف الطبية على الأطفال وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجال وبهذه المناسبة قام قطاع الخدمات الطبية باستقبال الأطفال بمستشفيات الشرطة وتوقيع الكشف الطبية عليهم وصرف الأدوية اللازمة لهم على مدار سلاسة أيام وحرصت الوزارة من خلال مدريات الأمن على استقبال الأطفال بالمنشآت الشراطية لمشاركتهم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل وتعرفهم بالدور الذي يطلع به رجال الشرطة في حماة أمن المواطنين مع تقديم بعض الهدايا لهم كما تم تنظيم زيارات ترفيهية للأطفال بأندية الشرطة تضمنت عروضاً موسيقية وعروضاً للخيالة وهو ما لقص تحسين الأطفال شوفنا عروض حلوة قوي عروض يعني كان فيه مسدسوت وكان فيه ركوب خيل وكان فيه كلاب وكان فيه حركات حلوة قوي وعروض حلوة قوي واتبسطنا جداً ووزع لنا هدايا وتصورنا مع كل الزباط اللي هنا وبشكر الريس وبشكر وزارة الدخلية فتعرفنا على حاجات كتيرة كناش نعرفها وحاجات حلوة كتير وستفدنا منها يعني استفادة كبيرة جداً وعلمونا إزاي لما يكون فيه حريقة نتصل ب180 وعلمونا إزاي أن احنا نستطيع كل هذه الاحتفالات مع الأطفال تأتي ترجمة واقعية لاستراتيجية وزارة الداخلية الاجتماعية الحريصة على دعم والتواصل مع كافة فئات المجتمع احتفال وزارة الداخلية مع الأطفال باليوم العالمي لحقوق الطفل إنما هو ترسيخ للدور الإنساني والاجتماعي للوزارة والذي تسعى إلى تفعيله في إطار المنظومة الأمنية الشاملة التي تؤكد على أهمية التواصل مع كافة فئات المجتمع عبدالله بركات التلفزيون المصري وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 555 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت أكثر من 859 طن مواد غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 157 طن وفي مجالي حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 668 طن وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 34 طن وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 918 قضية من بينها 170 قضية خبز ناقص الوزن و203 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات تنفقد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع مجموعة من مواقع العمل ومنشآت الهيئة الرئيسية بمحافظة السويس وتأتي جولة التفاقدية في إطار الاتمأنان على سير العمل والمتابعة الدورية لتقدم الأعمال بترسانة بور توفيق البحرية على وعلى الوقوف على مستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي وطلع رئيس الهيئة على مستجدات أنشطة الترسانة في مجال بناء السفن وفي كلمته أعرب رئيس الهيئة عن ثقته فيما تتمتع به ترسانة بور توفيق البحرية من مقاومات مهمة نظرا لموقعها الجغرافي الفريد وما تمتلكه من كوادر فنية مدربة مؤكدا حرص الهيئة على الارتقاء بالمستوى الفني للترسانات التابعة لها من خلال إمدادها بخبرات جديدة أكدت سيد انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية أننا نمضي معا نحو الحفاظ على حقوق المرأة والقضاء على العنف ضدها وأضافت السيد انتصار السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه وبينما يحتفل العالم بيوم القضاء على العنف ضد المرأة تمضي مصر بثبات نحو تمكين المرأة كشريك أساسي في بناء الوطن باعتبارها الدرع الحامية الذي يصون الأمة ومستقبلها 16 يوما تبدأ من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر من كل عام هي المدة التي تستغرقها مبادرة التحدو لإنهاء العنف ضد المرأة والتي ترعاها الأمم المتحدة مصر قطعت في سنواتها الأخيرة أشوات كبيرة في مكافحة العنف ضد المرأة من خلال حزمة قوانين صارمة وضعت نصب عيونها حماية المرأة من كافة أشكال العنف المجتمعي والأسري العدل والقوة في سورة امرأة وبهذا تكون المرأة المصرية قد سبقت نساء العالم في تعظيم مكاناتها في المجتمع وتولت قصص بطولة المرأة المصرية في جميع المجالات فهي بمثابة قصة كفاح ونضال وتضحية تستحق منا كل الفخر والاحترام والتقدير ثماني سنوات من العمل الجاد والدؤوب الذي أنجزته الدولة حرصت خلالها على بذل كافة الجهود وإصدار التشريعات والقرارات لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها وهي التشريعات التي بدأت بدستور 2014 وللمرة الأولى في التاريخ الحديث تنتصر حزمة كبيرة من القوانين والتشريعات للمرأة المصرية وتسعى لحمايتها من كافة الأوه فقد تبنت القيادة السياسية منذ اليوم الأول لاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة وأقرها مجلس الوزراء بمشاركة عدة وزارات وتم إطلاق التقرير الخاص بها في عام 2021 وتم اعتماد عدة استراتيجيات وطنية هي الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الختان والصحة الإنجابية ومكافحة الزواج المبكر ومناهضة الاتجار بالبشر ومناهضة الهجرة غير الشرعية ولعل من أبرز الجهود القيام بإطلاق مسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة حيث تعتبر مصر هي الدولة العربية الأولى في إجراء هذا المسح لمعرفة فداحة الخسائر التي تنتج عن العنف ضد المرأة على الأسرة والمجتمع كما أطلقت مصر حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات التي يتعرضن للعنف لتصبح مصر من بين أول عشر دول تم ترشيحها لتجربة حزمة الخدمات الأساسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ولم تهتم الدولة بمكافحة العنف ضد المرأة فحسب بل اعتبرت أن الإضرار بالطفل جزء من العنف ضد المرأة فصدر قرار بإثبات الولاية التعليمية للأم المطلقة دون الحاجة لحكم أو قرار كما صدرت عدة قرارات مهمة من بينها قرارات مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وقرار بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف وتهدف تلك الوحدة لوجود مقر مجمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية بالتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة في مكان واحد تيسيرا وتسهيلا للإجراءات المتبعة في التعامل مع مثل هذه الجرائم بالنسبة للمرأة حتى يتوفر لها الحصول على كافة أنواع الرعاية دعا الرئيس الأوكراني فوليدمير سيلنسكي الأوروبيين إلى البقاء صفا واحدا في مواجهة روسيا وخفض سعر النفط الروسي لأقصى حد ممكن وفي خطاب عبر الفيديو شدد زيلنسكي على أهمية الإيجاد والاتحاد بين الدول الأوروبية لمساعدة أوكرانيا ضد روسيا بما يعنيه ذلك من خدمة المصالح الأوروبية نفسها أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانس تولتنبرغ أن الحلف لن يتراجع عن دعم أوكرانيا وأشار إلى أن فنلندا وسويد ستحضران اجتماعات الحلف مؤكدا أهمية الانتهاء من عمليات امضمامها للنيتو وخلال مؤتمر صحفي عرب ستولتنبرغ عن ترحيبه بعرض ألمانيا تعزيز الدفاعات الجوية لبولندا من خلال شحن بطاريات باتريوت إلى ورسو أسيما بعد حادث سقوط أحد الصواريخ على الأراضي البولندية أنا أرحب بالعرض الألماني بتعزيز الدفاع الجوية في بولندا وذلك من خلال تعبئة بطاريات البطاريات إلى بولندا وبعد الحادث الكارثي في بولندا الأسبوع المنصرم حيث خسر شخصين حياتهما تم تضطر كثيرا هذا الموضوع ونعرف أنه خلال سنوات الماضية عمل نيتو على زيادة وجوده في دول الحالي ومنذ فبراير أيضا عملنا على زيادة الوحدات العسكرية بالإضافة إلى الجنود في الميدان كما حصلنا على دفاعات جوية وبحرية إضافية وذلك يشمل أيضا أنظمة الدفاع الجوية من خلال طائرات المضادة للصواريخ بالإضافة إلى منظومات جوية كمنظومة بطاريات فضلا عن أنظمة الدفاعات البحرية إذن بشكل عام نحن زدنا وجودنا في المنطقة ولسيما في الحدود الشرقية لتحالفنا فضلا عن ذلك نعرف أن أحد المسؤولين العسكريين الألمان القبار يملكون القدرات على تعزيز قدراتنا على الحدود الشرقية لتحالفنا أعلنت الحكومة البريطانية أن وزير الخارجي البريطاني جيمس كليفرلي التقى الرئيس الأوكراني فولاديمير سيلنسكي لتأكيد دعم المملكة المتحدة الثابت لكييف في أعقاب الهجمات الروسية على البنية التحتية في أوكرانيا قال الكريملين أن الرئيس الروسي فولاديمير بوتين التقى اليوم أمهات الجنود الذين يقاتلون في أوكرانيا وفي تصريحات الله قال بوتين أنه لا يشعر بأي ندم على شن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ووصف الحرب بأنها لحظة فاصلة وقفت فيها روسيا أخيرا في وجه هيمنة غربية وأدت العملية العسكرية في أوكرانيا إلى مقتل وإصابة عشرات الألاف من الجنود من الجانبين من جهة أخرى نفى الكريملين صحة المعلومات الصحفية التي تحدثت عن احتمال الإعلان عن تعبئة جديدة في البلاد وفي السياق ذاته أوضح المتحدث باسم الكريمل من ديمتري بيسكوف أن تصريحات أوكرانيا بشأن استعادة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا تؤكد رفضها حل المشاكل بطرق سلمية أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل جروسي عن وصول خبراء من الوكالة إلى جميع محطات الطاقة النووية في أوكرانيا لبحث سبل تقديم الدعم والمساعدة للموظفين وقال جروسي أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانوا في موقع محطة زابوريجيا للطاقة الذرية عند بداية سبتمبر الماضي لتقديم الدعم والمساعدة لموظف المحطة مشيرا إلى إحراز تقدم الملحوظ في إنشاء منطقة حماية للأمان والأمن النوويين حول المحطة أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخايل أوليانوف ضرورة وضع مراقبة دولية في إطار إنشاء منطقة حماية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية لضمان الالتزام بالاتفاقيات بهذا الشأن مشيرا إلى أن موسكو تبحث المسألة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشدد أوليانوف على أن دعوة مباشرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى كييف لوقف قصف محطة زابوريجيا النووية من شأنها أن تسهم في انفراج الوضع وأشار إلى أن موظف الوكالة الذرية في المحطة يعرفون جيدا من يقصفها مرجحا أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل جروسي لا يتحدث مباشرة عن سبب القصف بسبب القيود عليه داعيا إلى تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية في المقابل أعلن الحاكم العسكري لإقليم زابوريجيا أن القوات الروسية تشنت هجوما صاروخيا على ضواحي الإقليم وأوضح المسؤول الأوكراني أن القوات الروسية هاجمت الإقليم بسواريخ أصابت منطقة قريبة من المستشفى العام وفي استياق ذاته ذكرت هيئة الأركان العامة لقوات المسلحة الأوكرانية أن وحدات من قوات الدفاع الوطني صدت على مداري الأربع والعشرين الساعة الماضية حجمت من جانب قوات الروسية في المناطق القريبة من إقليمي توناتسيك ولوهانسك بجنوب البلاد تسعة أشهر مرت على انطلاق العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا المواجهات بين الجانبين لا تزال على حالها القصف والقصف المتبادل اجتياحات وانسحابات من المدن والبلدات الأوكرانية كر وفر بين الجيش الروسي والقوات الأوكرانية أما الجديد فهو تلك الكلفة الباهظة للحرب وهي ذمار البنية التحتية الأوكرانية الأمر الذي حول معيشة الأوكرانيين إلى كابوس كل هذا وسط ترقب لقدوم فصل الشتاء القارس فعلى مدار الأيام الماضية باتت أوكرانيا بقعة مظلمة على الكرة الأرضية إذ تعاني منذ أشهر من أزمة كهرباء خانقة جعلت معظم أنحاء البلاد من دون تدفئة بالإضافة إلى انقطاع المياه أيضا في مناطق عدة من ضمنها العاصمة وهو الأمر الذي دفع سلطات كييف إلى تنبيه المواطنين للاستعداد لمزيد من الهجمات وتخزين المياه والطعام والملابس الثاقيلة كما دفع رئاسة الأوكرانية لافتتاح حوالي أربعة آلاف نقطة تدفئة في جميع أنحاء البلاد حيث لم تتخطى درجة الحرارة الصهر من جانبه أكد الرئيس بولوديمير زيلينيسكي أن هناك حوالي خمس عشرة منطقة تعاني مشاكل في إمدادات المياه والكهرباء موضحا أن وضع الكهرباء لا يزال صعبا في كل المناطق تقريبا وأضاف زيلينيسكي أنه يتعمد كل ساعة إعادة توصيل الكهرباء لمزيد من المستهلكين كما أضاف أن بلاده صمدت طيلة تسعة أشهر من الحرب الشاملة ودع شعبه إلى مواصلة الصمود الجانب الروسي اعترف بمهاجمة البنية التحتية الأساسية وأكد أنه يفعل ذلك بهدف الحد من قدرة أوكرانيا على القتال ودفعها للتفاوض أما أوكرانيا فتقول إن مثل هذه الهجمات تعد جريمة حرب نشر التلفزيون الرسمي الروسي لقطات مصورة لما قال إنها لجنود روس وصلوا إلى موسكو بعد تبادل أسرى حرب مع أوكرانيا يظهر الفيديو طائرة تحبط في مطار تشاكلوفسكي بالقرب من موسكو والجنود ينزلون منها ثم يستقلون الحفلات وأقل رئيس منطقة دونتسيك دينيس بوشلين إن خمسين جنديا روسيا أعيدوا إلى روسيا مقابل نفس العدد من الجنود الأوكرانيين أصدرت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين تقريرا تؤكد فيه أن أكثر من 15 ألف شخص في عداد المفقودين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اللجنة التي فتحت مكتما لها في كييف أوضحت أن عملية التحقيق في المفقودين في أوكرانيا ستستمر لسنوات منذ فبراير الماضي وتحديدا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أصبح أكثر من 15 ألف شخص في عداد المفقودين تلك الأرقام صدرت عن اللجنة الدولية لشؤون المفقودين إذ أكد مدير برنامج لجنة في أوروبا ماثيو هولدي أنه لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين تم نقلهم أو احتجازهم أو الذين هم على قيد الحياة ومنفصلون عن أفراد عائلتهم أو ماتوا ودفنوا في مقابر مؤقتة في يوليو الماضي افتتحت المنظمة والتي تتخذ لهاي مقرا لها مكتبا في كييف لمساعدة أوكرانيا في التوثيق والتعقب المفقودين اللجنة الأوروبية كشفت عن أن عملية التحقيق في المفقودين في أوكرانيا ستستمر لسنوات حتى بعد توقف القتال فيما يعد الرقم والبالغ 15 ألف شخص متحفظ عليه عند الأخذ في الاعتبار أنه في مدينة ماريبول الساحلية وحدها تقدر السلطات أن نحو 25 ألف شخص إما لقوا حدفهم أو فقدوا أما في كييف فقد هنا بدأت المنظمة جمع عينات الحمض النووي وتكثيف القدرات لعملية تستغرق سنوات من شأنها أن تساعد المدعين العموم في إقامة دعاوى جرائم حرب وبالنسبة للجنة فإن الأعداد الضخمة والتحديات التي تواجهها أوكرانيا هائلة بالإضافة إلى خوض قتال مستمر مع روسيا ليس في الأفق القريب قضائه أعلن حاكم منطقة خرسون إخلاء المرضى من مستشفيات في المدينة وأوضح حاكم خرسون يارسولاف ياشنوفيتش أن الإجراءات الأخيرة تأتي بسبب التوجهات الروسية المتواصلة والهجمات على المدينة التي انسحبت منها القوات الروسية قبل أسبوعين قدمت الولايات المتحدة الأمريكية شحنة من الآلاف من الأخطية للأوكرانيين لمساعدتهم على الاحتماء من برد الشتاء بسبب انقطاعات الكهرباء المستمرة في جميع إنحاء البلاد وطلقت السكك الحديدية الأوكرانية نحو 23 ألف بطانية تم توزيعها على مختلف المحطات في أنحاء البلاد مقدمة من الوكالة الأمريكية لمكتب التنمية الدولي للمساعدات الإنسانية بموجب مشروع للمنظمة الدولية للهجرة نهاية الدولية للمساعدات الإنسانية أعلن البنك المركزي الأوروبي أن زيادة الأجور ستواصل تأجيج التضخم في منطقة اليورو حتى بعد زوال تبعات صدمتي وباء كورونا والأزمة الأوكرانية وأوضح رئيس قسم الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب بلاين أوضح أن زيادة الأجور ستكون المحرك الرئيس لارتفاع الأسعار خلال السنوات المقبلة وأن التوقعات بعودة التضخم تدريجيا إلى النسبة المستهدفة عند 2% قد تشتشمل لها تفشل لهذا السبب تتأثر القطاعات الصناعية الإنتاجية في أوروبا سلبا بتدعية الأزمة الأوكرانية لا سيما على صعيد مصادر الطاقة التي كانت تعتمد فيها أوروبا بشكل كبير على روسيا وفي ظل هذه الأزمة والتوتر الروسي الغربي يحاول الاتحاد الأوروبي فرض سقف سعري لأسعار الغاز المستورد لموجهة الارتفاعات الكبيرة في أسعاره مختلفة تحملها الأزمة الأوكرانية وتضرب بآثارها مختلف القطاعات في القارة الأوروبية على خلفية ارتفاع أسعار الغاز وانخفاضه أو بالأحرى نعدام واردات الغاز الروسي إلى القارة العجوز وفي محاولة منها لتقليل هوة الاحتياج الملح إلى مصادر الطاقة فشل وزراء الطاقة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على اقتراح المفاوضية الأوروبية لوضع حد أقصى لسعر الغاز المستورد لمواجهة الاتفاعات القياسية في أسعاره بمختلف الأسواق حول العالم المفاوضية الأوروبية اقترحت حدا أقصى للسعر قدره 275 يورو لكل ميجاوات ساعة بينما انتهى الاجتماع الأوروبي في بروكسيل إلى نتائج عظيمة حيث أرادت حوالي 15 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي أي أكثر من نصف الكتلة شكلا من أشكال الحد الأقصى لأسعار الغاز ومع ذلك كانت ألمانيا وهولندا أكثر تشككا بشأن هذا الأمر ومن المقرر أن يكتمع الوزراء الأوروبيون مرة أخرى في ديسمبر المقبل لمواصلة مناقشة قضية سقف أسعار الغاز وفقا لوزير الصناعة والتجارة الشيكي جوزيف سيكيلا الذي يترأس أيضا اجتماعات وزراء الطاقة بالاتحاد أوروبي وذلك بالتوازي مع خلافات أوروبية أخرى حول وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي بما يؤثر على حركة الصناعة والتجارة العالمية التحركات الأوروبية بشأن الطاقة علقت عليها موسكو من خلال المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخروفا التي انتقدت الحدود القصوى لأسعار الطاقة الروسية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي لافتة إلى أن العديد من الدول المنتجة للنفط تعارض أيضا تحديد سقف الأسعار لأن هذا الإجراء سيعطل نظام التجارة العالمية وسلاسل التوريد أدل رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بشهادته في تحقيق علني للدفاع عن استخدامه لقانون نادرا ما يتم اللجوء إليه في زمن السلم في البلاد لإجلاء صائق شاحنات تسبب بشل الحركة في العاصمة الكندية أوتاوى وذلك في وقت سابق من العام الجاري وأثار إجلاء الصائقين والتجمعات الأخرى في جميع أنحاء كندا في ذلك الوقت استنادا إلى قانون إجراءات الطوارئ جدلا كبيرا في كندا بشأن الحريات العامة قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن تركيزه الأساسي سينصب على التعامل مع ارتفاع تكليف المعيشة وذلك مع توليه منصبه في ظل اقتصاد متباطئ وانقسام شديد في البلاد بعد انتخابات جاءت نتائجها متقاربة وقال أنور الذي عينه ماليزيا أمس الخميز بعد انتخابات غير حاسمة إن تركيزه الأساسي هو الاقتصاد وإنه سيشكل حكومة أصغر من الإدارات السابقة أعلنت الصين اعتزامها خفض كمية السيولة النقدية التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات للمرة الثانية هذا العام بما يفرق عن حوالي 70 مليار دولار من السيولة على المدى الطويل لدعم الاقتصاد الصيني وأشار بنك الشعب الصيني المركزي إلى أنه سيخفض نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارا من الخامس من ديسمبر المقبل بهدف تعزيز عمليات الإقراض داخل اقتصاد البلاد قال الرئيس كوريا جنوبية يونسو كيول إن الحكومة قد تتدخل لإنهاء الطراب سائق الشاحنات الذي دخل يومه الثاني وصفا إياه بأنه خطوة غير قانونية وغير مقبولة لاحتجاز سلسلة الإمدادات المحلية رهينة في خضم أزمة اقتصادية وبدأ الألاف من سائق الشاحنات النقابيين في كوريا جنوبية إضرابهم الكبير الثاني في غدون أقل من ستة أشهر للمطالبة بتحسين الأجور وأوضاع العمل بما أدى إلى اضطراب سلسل الإمداد في قطاعات الاقتصاد الكوري جنوبي عاشر أكبر اقتصاد في العالم السادسة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها القوات المسلحة الصومالية تقتل 15 عنصورا إرهابيا في عملية عسكرية جنوب البلاد وإلى العراق حيث أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شايع السوداني أن بلاده تسعى للتأكيد على العلاقات متوازنة مع محيطه الإقليمي والدولي واستعرض السوداني خلال استقباله لوفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي على علاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة والسئير مجرية الحرب على الإرهاب وأداء قوات العراقية في ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي أعلن الجيش الصومالية مقتل 15 عنصرا من تنظيم الشباب الإرهابي المرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي في عملية عسكرية نفدها الجيش في مناطق تابعة لإقليم شبيلي السفلي جنوب البلاد شاركت في هذه العملية قوات خاصة من جهاز الأمن والمخابرات الصومالية بالتعاون مع استخبارات دولية ونجحت القوات المشتركة في استهداف المناطق المحددة للعناصر والقضاء عليهم رفع أكثر من 600 شاب دعوة قضائية ضد السلطات السويدية بسبب إجراءات اعتبرت غير كافية في مواجهة المشاكل المناخية وتم تسليم الشاكوها بشكل رمزي خلال تظاهرة في العاصمة السويدية ستوكولم قبل إرسالها رقميا إلى المحكمة وتم إعدادها منذ نحو عامين وتتزامن مع انتقادات شديدة توجه للحكومة السويدية اليمينية بشأن قلة الاهتمام بقضايا المناخ قالت السلطات الصينية إن حريقا شب في مبنى سكني في إقليم شانجيانج شمال غرب البلاد أصفر عن مقتل عشرة أصحاص وإصابة تسعة وقالت وسائل إعلام رسمية إن السكان تمكنوا من النزول إلى الطبق السفلي بعد هذا الحريق ويعد هذا الحريق هو ثاني حريق مميت في الصين خلال الأيام القليلة الماضية فقد أوضى حريق في مصنع بمدينة أتيانج بوسط الصين بحياة ثمانية وثلاثين شخصا هذا الأسبوع نحن حريقا شخصا هذا الأسبوع أعلنت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في إندونيسيا أن عدد من لقوا مصرعهم قراء زلزالة الذي ضرب مدينة سيانغور هذا الأسبوع ارتفع إلى 310 أشخاص وأضاف رئيس الوكالة الاندونيسية أن 24 شخصا ما زالوا في عدد المفقود لا تزال آثار زلزال في كل مكان هنا في سيانغور بمقاطعة جاوى الغربية بإندونيسيا اللحظة المرعبة للكارثة يتذكرها جميع السكان الذين حثوا الحكومة على توفير المزيد من الإمدادات الطارئة للنازحين وأدى زلزال القوي الذي ضرب مقاطعة جاوى الغربية إلى تشريد أكثر من 62 ألف ساكن في سيانغور وفيما فقد بعض الناس منازلهم وممتلكاتهم فقد البعض الآخر حياتهم وبفعل تهدم المنازل بات السكان يفترشون الأرض وينامون في خيام وفرتها السلطات إلا أن للناس مطالب عديدة منها مصادر الطاقة وبعض الأساسيات الأخرى حتى يتم إعادة بناء المدينة من جديد ويبذل عمال الإنقاذ قصارى جهدهم من أجل الوصول إلى الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين تحت أنقاذ المباني المنهارة جراء الزلزال حيث حذر حاكم المقاطعة من احتمال ارتفاع حصيلة القتلى والمصابين وأضاف أن معظم الضحايا من الأطفال حيث إنهم كانوا في مدارسهم وقت وقوع الزلزال أظهر تقرير صحي إيطالي أن مؤشر انتشار عدوى وباء كورونا قد وصل إلى واحد وأربعة من عشر ليتجاوز رمزيا عتبة الوباء المحددة عند واحد فقط وهو ارتفاع مقارنة بالأسبوع الماضي بإضافة إلى أن هناك ست مقاطعات في إيطاليا تعد عالية الخطورة من ناحية العدوى وذكر التقرير الصحي أن الأمر يتعلق بزيادة تتجاوز عتبة الوباء مقارنة بالأسبوع السابق كما ازدادت أيضا حالات العدوى التي تنطوي على الدخول إلى المستشفى لتتجاوز عتبة الوباء بقليل متوقفة عند واحد وسبعة من مئة أعلن وزير الصحة اليابانية كاتسو نوبو كاتو أن الحكومة ستبدأ توزيع أول عقار فموي مطور محليا لعلاج فيروس كورونا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل وقال كاتو أن الحكومة كانت تخطط في أول الأمر لبدء توزيع عقار إكساوكوفا في أوائل ديسمبر المقبل ولكنها قررت تقديم تاريخ التوزيع وأشار وزير الصحة الياباني إلى أن الإمدادات لمليون شخص متوفرة بالفعل وأن استعدادات التوزيع تتقدم بسلاسة ومن المقرر أن يتم تسليم العقار إلى حوالي ألفين وتسعمائة منشأة طبية سيتم إدراجها على المواقع الإلكترونية لحكومات المحافظات نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تدوله من أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على ضريبة الدخل تزمنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتوصل المركز مع وزارة المالية التي نفت تلك الأنباء مشددة على أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بقانون يوافق عليه مجلس النواب وأن الدولة تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية بما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية على النحو الذي يسهمه في توسيع قاعدة الضريبية دون الاعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أكد وزير الموارد المائية والرية هاني سوي لما مواصلة العمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه الموضوعات المشتركة بين وزارتي الزراعة والموارد المائية وخلال ترأسه لاجتماع اللجنة التنصيقية العليا بين الوزارتين لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة أكد وزير الزراعة السيد القصير ضرورة الاستمرار في انعقاد اللجنة بشكل دوري لمواصلة التنصيق بشكل دائم والاستمرار في متابعة التحول للرأي الحديث بالأراضي الرملية بالإضافة إلى تطبيق غرامات تبديل المياه تجاه المخالفين أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق أربع قوافل طبية مجانية على مدار يومين ضمن مبادرة حياة كريمة لكشف والعلاج مجانا في عدد من التخصصات الطبية وأوضحت الوزارة أن هذه القوافل سوف تغطي محافظات الغربية الجيزة ضمياط والوادي الجديد وفقت وزارة زراعة واستصلاح الأراضي على اعتماد نحو 16 مليون جنيه ضمن المشروع القومي للبيتلو وذلك لصالح 20 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبلغ إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 7 مليارات و300 مليون جنيه لأكثر من 41 ألف و700 مستفيد لتربية وتسمين ما يزيد عن 473 ألف رأس ماشية نظمت مدرية الصحة بدميات قافلة طبية في قرية النصر التابعة لمركز كفر سعد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز أشعة حيث تم صرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا تسكيف الصحي من الخدمات المهمة اللي بتقدمها القافلة الطبية للمواطنين ونجيما بنتكلم عن المواضيع اللي بتهم المواطن وتمس حياته اليومية مشكلة زي مشكلة مثلا مرض شل الأطفال بفضل الله مصر خالية من شل الأطفال من 2006 احنا النهاردة بنتكلم عن حملة تطعيم شل الأطفال في حملة في 11-12 إن شاء الله لمدة أربعة أيام بنتكلم مع المرضى المترددين عن أهمية تطعيم مرض شل الأطفال تطعيم الأطفال من عمر يوم لخمس سنوات قافلة العلاجية بتقدم خدمة العادات التخصية عندنا النهاردة 12 عادات تخصية إلى جانب عادة تنظيم الأسرة عندنا المعمل وعندنا الأشعة العادية والأشعة الصنال وعندنا الصيدلية اللي فيها الأدوية اللي بتغطي كل هذه الخاصات الموجودة القافلة بتستمر لمدة 3 أيام أول يوم منهم بيبقى أعداد واليومين التانين بيقدم فيهم الخدمة وبتتميز بمجانيتها تماما احنا مسؤولين ان احنا بندخل تسكرة المواطن بعد ما يتم الانتهاء عليه من الكشف وانه هو يكون صرف العلاج ولو كان مكتوب له تحليل انه هو طلعت النتيجة بتاعته ولو كان فيه أشعة برضو خلاص طلعت له وأخدها احنا بنقوم بان احنا بندخل كل الداتا اللي موجودة في تسكرة المريض الابتداء من رقم التسكرة واسم المريض والعلامات الحيوية وبندخل التشخيص اللي الدكتور كاتبهوله وبندخله لو كان عمل تحليل ولو كان اتعمله برضو أشعة نظمت مؤسسة حياة كريمة ماراثن الجاري لمسافة خمسة كيلومترات من استاد أسوان الرياضي حتى ميدان مجد يعقوب وشهد الماراثن مشاركة نحو ألف متسابق من مختلف الأعمار السنية من الرياضيين والكبار والصغار وذلك بهدف نشر الوعي بأهمية الرياضة لبناء الإنسان ودعم المنظومة الرياضية في محافظة أسوان بيتم تنظيمه من خلال متطوعين حياة كريمة المشاركين داخل الإفنت نشر الرياضة مهمة جدا 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 بين كافة الفئات ونحن النهاردة بيشوفهم موجودين بكسافة من خلال الفئات المختلفة من أطفال سيدات بنات كبار سن كل دول بيشاركوا معنا النهاردة وإن شاء الله هيكون موجود داخل عدد كبير من المحافظات خلال الفترة جاء بإذن الله تفقد محافظ مطروح خالد شعيب بانطلاق فعاليات القافلة التعليمية لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بسيوة وتضم القافلة نخبة من معلمي وموجيه المواد الدراسية على مستوى المحافظة بهدف الاطمئنان على مستوى الطلاب في مطروح قافلة متكونة من السادة موجهين المواد التعليمية والهدف منها الأساسي برضو هو نحن نتطمئ على مستوى أبنائنا خاصة في الأماكن البعيدة اللي زي كده وفي الوقت نفسه يسد العجز لو فيه عجز في بعض المدرسين أو بعض التخصصات السادة الموجهين للقافلة التعليمية هم يسدوا هذا العجز من خلال الشرح المستفيد لأبنائنا وبلداتنا لأخر الواحة أنا تفقد لنهض القافلة التعليمية بكل مراحلها الشهادة الإرادية والشهادة السنوية وسنة أولى وتنية سنوية يعني ساعت تمام بهذا الإقراء وبشكر مدد التعليم والسيد وكيل مدد التعليم المطروح وكل العميين معه على هذه الروحة الطيبة افتتح البابا ثيدروس الثاني باتريارك الروم الأورتودوكس ببابا الإسكندرية وسير أفريقيا الكنيسة اليونانية سانت كاترين بمحافظة السويس بعد انتهاء أعمال تطويرها ويأتي افتتاح الكنيسة لتعود وتؤدي خدمتها لأبناء الجالية اليونانية على الأرض السويس حيث أقيم الافتتاح وسط حضور المكثف من الدبلوماسيين وأبناء الجالية من مختلف المحافظات النهاردة افتتاح الكنيسة بعد ترميمها كنيسة عريقة زي ما شوفنا حضور مكثف من السادة الدبلوماسيين والسفراء والمسؤولين عن الجالية حضور من كافة الأنحاء الجمهورية ومن خارج مصر بشكل كبير بنبارك لأخواتنا على افتتاح وترميم الكنيسة كل دول العبادة تدعو إلى مكارم الأخلاق ورقي الإنسان بشكل عام والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة باقى من الأخبار الاقتصادية بصحبة ليلى عمر شكرا لكم محمد وصحار ونتابع معكم أهم وآخر الأنباء الاقتصادية أظهرت بيانات أن الاقتصاد العلمانيين ما بشكل طفيب في الربع الثالث بأكثر مما جاء في توقعات أولية مدعوما بإنفاق المستهلكين وقال مكتب الإحصاء الاتحادي أن أكبر اقتصاد في أوروبا حقق نموا نسبة أربعة من عشر في المائة على أساس ربع سنوي وواحد وثلاثة من عشر في المائة على أساس سنوي وفقا للأرقام المعدلة موسميا انخفض الجنيه الاسترليني على نحو طفيف اليوم لكنه ما زال يتجه صوب تسجيل ثالث زيادة أسبوعية على التوالي مقابل الدولار الأمريكية ويتوقع محللون أن يظل الاسترليني هشا مع مواصلة بنوك مركزية منها بنك انجلترا تشديد السياسة النقدية حتى على الرغم من الركود الذي من المتوقع أن يكون أعمق في بريطانيا عن الولايات المتحدة وسجل الاسترليني 1.207 أمام الدولار وفي أسواق المعادن النفيسة راجعت أسعار الذهب مع استعادة الدولار لمسار الصعود لكن توقعات برفع أقل حدة لسعر الفائدة من المركزي الأمريكي وضعت المعدد الأصفر على طريق تحقيق مكسب أسبوعي صغير وهبط سعر الأقية بنسبة 2% إلى 1751.49 دولار وعلى الصعيد المحلي سجل عيار 18 نحو 1221 جنيها للجرام وسجل الذهب عيار 21 نحو 1425 جنيها للجرام في حين سجل عيار 24 نحو 1629 جنيها ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 11400 جنيها أكد وزير التاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونظيره العراقي حيان عبد الغني أهمية العمل في إطار تجمع أوبيك بلس وعلى إمكان تخاذ إجراءات أخرى تضمن تحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق العالمية إذا دعت الحاجة إلى ذلك جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته وزارة التاقة السعودية أفض أيضا بأن الوزيرين شددوا على التزام الرياض وبغداد بقرار مجموعة أوبيك بلس الأخير لخفض الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يوميا إلى نهاية عام 2023 ختم أخبار الاقتصاد عودة مرة أخرى لسحر ومحمد ومن الأخبار الرياضية في هذه النشرة فاز المنتخب السنغالي على نظيره القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس العالم 2022 وأحرز أهداف سنغال كل من بولايدية وفامارا ديديو وبامبا ديانج ليحيى منتخب أسود تيرانج أماله بتاهل لدور 16 بعد حصده النقاط الثلاث فيما اقترب المنتخب القطري من توديع البطولة بخسارته الثانية على التوالي فاز المنتخب الإيراني على نظيره الولزي بهدفين دون رد في إطار الجولة الثانية من مباراة المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس العالم قطر 2022 وسيطر المنتخب الإيراني على مجرية المباراة التي أقيمت على استهد أحمد بن علي إلا أن الفوز جاء متأخرا بهدفين في الدقيقتين الثامنة والحادية عشرة من الوقت بدل الضائع وبذلك اقتنس منتخب إيران أول ثلاث نقاط فيما تجمد رصيد المنتخب الولزي عند نقطة وحيدة هذا وتتواصل في قطر فعليات بطولة كأس العالم لقرة القدم 2022 ومع انتهاء مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات تميزت مختلف المواجهات بمنافسة شرسة خلال الستة عشرة مباراة الأولى في البطولة التي انتهت إحدى عشرة منها بفوز أحد المنتخبين فيما انتهت خمس من تلك المباريات بالتعادل منافسة شرسة ومفاجآت مدوية عنوان الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022 فمن بين ستة عشرة مواجهة تم خوضها انتهت إحدى عشرة منها بفوز أحد المنتخبين فيما انتهت أربع مباريات بالتعادل السلبي ومباراة واحدة بالتعادل الإيجابي المنتخبات العربية المشاركة في البطولة حققت نتائج إيجابية في الجولة الأولى باستثناء خسرة المنتخب القطري في المباراة الافتتاحية أمام الإكوادور بهدفين نظيفين حيث حقق المنتخب السعودي كبرى مفاجآت المونديال حتى الآن بالفوز على منتخب الأرجنتين اثنين واحد كما حقق منتخبا المغرب وتونس تعادلين سلبيين أمام كرواتيا والدنمارك هذا ولم يحقق أي منتخب أفريقي الفوز في الجولة الأولى للمونديال حيث خسرت السنغال أمام هولندا بهدفين دون رد كما خسر منتخب الكاميرون أمام سويسرا بهدف نظيف وخسر أيضا المنتخب الغاني من نظيره البرتغالي بنتيجة ثلاث اثنين الجولة الأولى شهدت تسجيل واحد واربعين هدفا بمعدل هدفين ونصف الهدف في كل مباراة حيث تم إحراز خمسة عشر هدفا في الشوط الأول وستة وعشرين هدفا في الشوط الثاني وشهدت الجولة احتساب تسع ضربات جزاء تم تسجيل سبع منها فيما أضع نجم بولندا روبرت ليفاندوفيسكي ضربة أمام المكسيك كما أهضر لاعب كندا الفونسو ديفيز الضربة الأخرى أمام بلجيكا هي إذن جولة واحدة انتهت من بين عدة جولات في الطريق نحو حصد الذهب والتتويج باللقب الأغلى إلى هنا تنتهي نشرة السادسة وهذا تذكير بأبرز عنوية مجلس أماني الحوار الوطني يعقد غدا اجتماعا للاتفاق على قضايا المحور المجتمعي زيلنسكي يدعو الأوروبيين إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة روسيا وستورتلبرج يؤكد استمرار دعم النيتو لأوكرانيا البنك المركزي الأوروبي يؤكد أن زيادة الأجور ستغذي التضخم في منطقة اليورو وبهذه العنوين وصلنا وإياكم إلى النهاية نشرة السادسة نشكلكم على طيب المتابعة ودمتم سالي ترجمة نانسي قنقر